السلام عليكم نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله الفيديو هذي سيكون كامل بخير وبصحة جيدة اليوم نحضر معكم كسرة كل واحد كيفاش يسميها حسب المنطقة المتواجد فيها كيليقولها كسرة رخساس كيليقولها كسرة فطير المفيد والمهم لازم تكون حاضرة في مائدة رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحة ولهنا المقادير نحن أعطيها لكم خياتي وبنياتي تكون مقادير مضبوطة رايحين تنتحوا فيها وخاصة بنياتنا حيد دخلوا في هذا رمضان لأول مرة المطبخ ان شاء الله تسيوها ورايحين أكيد تنتحوا فيها مقادير تحها بسيطة عندنا هنا يا تلت كيلات تع سميد متوسط أنا هنا سميد المتوسط اللي استعملتوه رايح شوية لرقيق صافيك تافيت بهذا سميد فقط إذا كان عندكم سميد رايح شوية لخشين خلطوا ما بين نزوج كيلات تع سميد متوسط رايح لخشين وكيلة تع سميد رايحين تحصلوا على سميد هذا كوات الكسراء هناك ما شتو قلت لكم تلت كيلات تع سميد موايا متوسط درت في كل كيلة ملعقة غير مملوئة تع الملح زائد ملعقة غير مملوئة تع السكر وملعقة كذلك صغيرة تع القهوة غير مملوئة تع خميرة الخمس لهادي الكمية زيتها كذلك معها ملعقة تع خميرة الحلوى رايح تمدنا قرمشة ما شاء الله في الكسرات تعنا نفس الكيلة اللي كيت بها سميد درتها تحت النص بشوية خالط ما بين زيت زيتون وزيت العادي اللي ما يحبش الضوغ تعزيز زيتون يقتفي بالزيت العادي خلط كامل المكونات النواشف مع بعضهم وضفت هاديك الكيلة تع الزيت اللي قوت لكم تحت النص بشوية نفس الكيلة اللي استعملناها حققت بيدي كما كوش تشوفو بس استكامل هادا كسميد تعنا وهنا نفس الكيلة اللي استعملناها خياتي نضيفوها ماء عادي ماء ملحنافية ما يكونش بارد وما يكونش سخون عماء عادي ملحنافية ونبدو نبلو في العجينة تعنا ونبدو نعجنوها بهذا الطريقة نقطعوها هذه ليك ما نعجنش الكسرة تعينا بهذه الطريقة نبدو نقطع فيها ورانا نبلو فيها بها كلمان رايحين تدينا كيله كما قولوا اكزاكت هاي ليك هاد المقادير مضبوطة بنياتي وخياتي تقيدوا بالمقادير رايحين تتحصلوا على قسرة الله الله عليها نقطع في العجين التاعي المقادر المضبوطة هذا هو الكيل اللي استعملته انتو مخيتي دا كنتو حتستعملوا ولا كنتو افرد العائلة قليلة استعملوا كاس ولا فنيجل بتاع القهوة ودروا المقدر اللي يساعدكم هاي ليك اعجنوها شو يا خيتي بهذا الطريقة قطعوها حوالي 4 الى 5 دقائق هاي ليك وهنا بعد ما تلمتلي العجينة كامل نبدأ ندير القرصات تاعي بهذا الطريقة هنا حوالي كيلو تاع سميد دا لي وعملي 4 قرصات تاع الكسرة هاي ليك هنا راني نقسم فيهم كامل باش يجوني بنفس الحجم ونبدأ ندير في هاد الحركة خيتي باش العجينة تاعنا تتلم ويجينا لوجه تحاش باب وانا خيتي كما نكتشوفو عيني هي ميزاني راني نقسم في هادوك الكوريات تاعي باش نعطيهم بنفس الحجم هنا في هاد المرحلة اللي تحب تستعمل الميزان تستعمل الميزان خيتي وتقسم العجينة تحا تعطيهم كامل نفس الوزن باش تجيها لشكل تاع الكسرة تحا متناسق ويجو كامل كيف كيف هاي ليك كما كنتشوفو ندير في هاد الحركة باش نسوي لها الوجه تحا وهنا بعد ما نكمل نغطي العجينة التاعنا ولا الكوريات التاعنا بمنيدل ونخليها ترتاح حوالي خمس دقائق وهنا نكون موجدة ام بابي كويسون نقطعه على شكل مربع خيتي ونبسط العجينة التاعنا هاي ليك وبوسط الحلال رايح ليساعدكم في الخدمة نعطيها الشكل الضائري غير بالعقل برك لازم نتقنوا المليحة للخدمة اما بالنسبة للحواف خيتي تقدروا تسووهم غير بالاطراف تاع الأصابع توعكم هكا كما راكوا تشوفو ولا نقدروا كذلك نستعملوا لكوبة هاي ليك اهنا را نسيت نسوي لها كامل هادوك التدرجات اللي خرجونا في الجوانب ولا كما قلتلكم تقدروا تستعملوا هادي لكوبات راح تجيكم النتيجة احسن واحسن دوكوا كاين تاوي الخياتي كاين هادو الوسائل راح نسهلوا علينا الخدمة مليح كيكونوا متوفرين في المنزل وثامن تحهم كما نعرفو في متناول الجامع من جهة واحدة اخرى نريم سخنا الطاجين تعنا سخنته مسبقا هاي ليك على نار متوسطة ونبعد نرفض هذه الكسرة تعنا بها بالبابي كويسون ونحطها مباشرة في الطاجين وبلاما ننسى ونتقبوها بالفرشيطة هاي ليك هنا بعد ما كنت قبتها في الجهة الاولى اللي حطتها على النار زيت كي قلبتها زيت تقبتها كذلك في الجهة الاخرى ديت لي تحميرها شبا قلبت الكسرة تعنا غير لعنا ما قلتلكم على نار قليلة ما تقولهاش النار باش طيب للداخل وهاي الكسرة تعنا شكلها النهائي جت من اروع ما يكون شوية حميس ولا مام في ايام الصيف مع البن الله الله شوية زبدة ورايحين تتحصلوا على كسرة من اروع ما يكون كما شدوا الفيديو تاع اليوم قصير ما فيهش بزاف ان شاء الله يكوننا لاعجابكم وفي الاخير ما بقالي غين قلكم دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة